الحمد لله وبعد فإن ممارسات علم الطاقة من اليوغا وما إلى ذلك في حقيقته يستل ومصدره الحقيقي والأصلي إنما يعتبر طقوس من الديانات الآسيوية كالهندوسية وما يتفرع عنها من الطاوية والبوذية وما إلى ذلك والديانات في مجملها حول العالم تنقسم إلى قسمين رئيسيين الدين السمامي وهو الإسلام والذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الدين عند الله الإسلام ولكن قد يحرف بعض من أنزلت فيهم الكتب ورسلت فيهم الرسل هذا الدين إلى أديان أخرى كاليهودية والنصرانية والدين الآخر هو الدين الأرضي الوثني الشيطاني وهي تلك الأديان التي تزينها الشياطين إلى عبادة ما سوى الله عز وجل والإشراك به حتى أن أحيانا هذه الشياطين تدعو الناس إلى عبادتها من دون الله عز وجل ويعطونهم بألفاظ يعني أسماءهم الخاصة يرددونها فيحضرون لهم بعد ذلك بقصد الدعاء وطلب قضاء الحوائج وأيضا إقامة شعائر وحفلات وثنية هو الله المستعان وهذه الممارسات التي تعتبر في علم الطاقة إنما في حقيقتها تعتبر تقوص يعني فيها عبادة لغير الله عز وجل وترديد لألفاظ تعتبر يعني وهذه الترديدات تكون تعظيم لها وأيضا طلب حضورها وهذه في حقيقة هذه التقوص تكون عبادة تقوص يعني تعتبر من تقوص العبادة لغير الله عز وجل ومن أجل ذلك تحضرها الشياطين فمن أجل ذلك تحضرها الشياطين وبعض من يجد يعني وهو ويكون خبيرا مثلا بالسحر وعالم السحر وما إلى ذلك يجد تشابها مطلقا بين علم الطاقة الشاكرا وما إلى ذلك واليوغا وأيضا اتصاله بالكابالة اليهودية بالسحر اليهودي الذي يسمى بالسحر الأسود يجد تشابه مطلق بالألفاظ وما إلى ذلك ولأن ذلك أصلا في حقيقته من وضع الشياطين وتزيين تلك الشياطين للناس هذا المسلك وأيضا دعوتهم إليه ودعوتهم إلى عبادته إلى عبادتهم من دون الله عز وجل هم من زينوا لهم ذلك ووضعوا لهم هذا الأمر فبالتالي تسمى يعني هذه الشياطين بالأرواح حول القارات في أفريقيا وما إلى ذلك وإلى آسيا وهذه الأرواح في حقيقتها هي تلك الشياطين هي الشياطين وهذه التقوص تقوص اتصال بهذه الشياطين وجلبها كذلك وأيضا المواهب التي يزعم للأسف بعض المساكين بأنهم يكتسبونها عند ممارسة هذه هذه التدريبات تدريبات علم الطاقة إنما في حقيقتها مواهب يكتسبونها من الشياطين وهي التي وهي التي تكون سبب الأول في ذلك من تحريك للساكن وما إلى ذلك والإسقاط النجمي والجسم الأثيري الذي يعتبر في حقيقته تخيلات الشياطين والسحر كما هو معلوم بأنه حقيقي وسحر تمثيل الذي حدث عند قوم فرعون سحر تمثيل وكانت تلكم الحبال في حقيقتها حبال ولكنها صورتها للشياطين ومثلتها بأنها ثعابين من أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وسحر أعين الناس ولكن كما سلفت في حقيقتها لم تكن ثعابين إنما كانت حبال والشيطان كما هو معلوم يجري من بني آدم مجرى الدم وعند أهل الطب بأن الصورة أن الصورة يعني تكون تنقلها العين وتكون المشاهدة الحقيقية في الدماغ فهذا الشيطان يخيل للإنسان في الدماغ ما يشاء ما يشاء بعد ذلك إذا في حال تلبسه في حال تلبسه به وهذا يحدث عندما يشرك بالله عز وجل ويشرك به وكذلك يدعو ويعظم ما سواه يدعو ويعظم ما سواه من آله وكذلك وإلى شيطين وما إلى ذلك فمن أجل ذلك يظن هذا المسكين بأنه يسيح ويتفسح في المجرات وإياه في حقيقتها لعب الشياطين بهؤلاء وتلبسهم به كما قال الله سبحانه في كتابه كالذي يتخبطه الشيطان من المس ويعني هذا فيما سوى الإسلام يأتي الشياطين ويرونها هو الذي يراها للأسف تأتيهم بحسب دياناتهم فيأتي أحيانا بصورة المسيح المسلوب وإلى الديانات الأخرى بشكل أشباح كالهندوسية وما إلى ذلك فيأتي لكل طاقوط يعني في ديانة على هيئته حتى هو هدفه الأصلي والأساسي هو الإشراك بالله عز وجل فعندما يتحقق ذلك يساير الناس على العقيدة التي يشاؤها لكن بعدما يحقق هدفه الأسما وهو الإشراك بالله وعبادة ما سوى هذا والله أعلم وصلي اللهم على عبده ورسوله محمد لكن أريد أيضا أضيف أن في هذه الممارسات أيضا تكون يعني تتطلب في اليوغا وما إلى ذلك تتطلب القيام بترديد الفاظ وما إلى ذلك وهذه في حقيقتها بعضها تكون أسماء آلها كما أسلفت وأسماء شياطين وفيها أيضا تعظيم وطلب حضور لها في ممارسات اليوغا والشاكرة وإلى ذلك هذا والله أعلم وصلي الله مع العبد ورسوله محمد